تقييم المدرب طبعاً مدرب منتخب النمسا فانقيم في ايه؟ طبعاً إنجازاته معروفة والبدايات كويسة أده مميز خمس ماتشات كيلين شيت قوة هجومية جيدة جداً السيطرة على معظم الماتشات فبداية مبشرة جداً 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 يعني بتذكر الناس بفايلر وإن ممكن تجربة فيلر تتكرر معلها واضح طبعاً في الماتش اللي هو بصمة المدرب الجديد للنادي الأهلي وظهوره واكتشافه لبعض اللعيبة أول مرة بصراحة الكابتن مارسيل قرر يدرب النادي الأهل من أول بداية مرة الدولين منصر إدارة الفريل أو القرط القدم من أول اتحاد المرسلين الفاس عليه سهاب وعودة 4-0 أولاً ومباراتين المحليتين في الدورة العام فاس على إسماعيل وفاس على أسوار خربة مباراة كأس السوبر المصر فاس عليه 2-0 يعني أمكاته كلها يعني ما ساب يعني من أول مباراة لخلط خمس مباراة فيه فوس ما فيه فوسهرة خالص أنا شايف أن الأداءنا كفريق الحمد لله تحسن كتير قوي عن زمان ومن نهاية النواحي الدفاعية والهجومية فيه تحسن كبير جداً بدليل أن نحنا مدخلش فينا أولا جون والمدرب قدر يسيب بصمات وضحة جداً على الفريق وفيه تحسن بشكل كبير قوي بين كل ماتش والماتش اللي بعده وده اندل على شيء يدول أن المدرب فهم كويس قوي هو بيعمل إيه الحقيقة هو مدرب كويس عظيم لأنه عنده أربع حاجات مهمة جداً الانفلونسينج قدرته على التأثير في اللاعبين وافتنعهم برؤيته وبالتكتيك اللي بيلعب به وخطة بتاعته تاني حاجة الكمنيكيشن عنده عالي جداً بتعرف التواصل كويس مع اللاعبها تالت حاجة الموتيفيشن بقى على فهم التشجيع ليهم وتحفيز اليوم طول الوقت رابع حاجة البيهفرال إيشيز هو راجل فير عادل واختياراته كلها صائبة وما بيما يشي ما بين واحد وواحد غير مين الأجهز عندي بالنسبة لي فميان فإن شاء الله ينجح لفترة اللي كان تاني أنا عجبني جداً الكومنس اللي بتتقال الناس بتتكلم بمنطق بتقولكش لا ده كويس قوي ده مية مية لا الناس بتقولك خمس ماتشات كلين شيت الأداء الهجومي الهداء الدفاعي اللعيبة اختلفت الكامستري في الملعب شخصيته على فكرة تاني هنرجع نقول مارسل كولر شخصية ميكس ما بين الشخص اللطيف جداً على المستوى الشخصي والزوء جداً بالمناسبة وفيرم جداً وقيادي جداً في الملعب فانت بتجمع ما بين عنصرين مهمين جداً مش كل المدرين الفانين حتى النكحين على فكرة عندهم المقدرة ان هما يمزجوا ما بين ده وده وفكرة ان هما يقرنوا شوية بفايلر على فكرة انا اتوقع ان شاء الله ان هو ربما كمان يبقى افضل من فايلر ولو ان هي نفس المدرسة بس الراجل ده عنده امكانيات يمكن فايلر ما كانش عنده الحتة اللي هي على المستوى الشخصي بهذا المستوى يعني ما كانش ألطف حاجة او ما كانش الكامستري ما بينه ومن اللعيبة الليفل بتاع طبعاً كانت جيدة جداً بس مش الليفل سوفار بتاع كالر فلا يعني انا اعتقد فيه كده بشاير حلوة جداً الحاجة لأكيداً ان كله متفائل ومش مجرد تفاؤل في الهوى كده في المطلق لا تفاؤل مبني على تحليل منطقي زي ما كنت بتقولي مش مجرد اه لا ده كويس او مش كويس لا فيه وجهة نظر بالاتقال ودي حاجة اكيد تطميننا كمان ان شاء الله على اللي جاي ده كان جانب من الاتقال في يعني نشوفنا من خلال التقرير ده عن تقييم الناس كتير لأداء النادي الاهلي تحت قيادة كولر بعد طبعاً ما تابعنا أداء النادي الاهلي ده سواء محلياً او قرياً تعالوا بقى نشوف لحضراتكم مشكورين الرسالة اللي انتوا بعتوهالنا اول رسالة جاتنا من الحسن يونس زينب صبري بص بقى احنا ليه بنقرأ كمان علشان نستمع للناس بتقولي مش تقولك جيد ومش جيد لا الناس بتكلم بيه برضو موضوعية شكل الفريق تغير ده زينب صبري للأحسن طبعاً في كل حاجة خصوصاً الضغط على المنافس من أول دقيقة بالتوفيق في باقي المبارات برضو ملحوظة في غاية الأهمية وملحوظة صح جداً محمد أبو حمدان بيقول الحقيقة هو مسيطر على الفريق وشايف شغله بس الحكم عليه لسه بدري محتاج يفهم الدوري المصري وطبيعة اللاعب المصري أكتر من أي شيء آخر وبنسبة للفريق محتاج قلب هجوم إفريقي قوي يجيد التصويب على المرمى بقوة وبذقة وليد عبدالله قال لك ممتاز عبدالله أبو بكر أداء ممتاز لسه في أحسن من كده مع الأهلي كويس برضو حتى لو أنا راضي عن الأداء السوفار أنا عايز الأفضل تالي ده برجو مطلب مشروع جدا علاء محمد دول مدرب ممتاز وأداء دفاعي وهجومي ممتاز لعب دوري أبطال ودوري وسوفر ثلاث بطولات مختلفة نجح فيها جميعا وبالتوفيق في الجاي إن شاء الله وياسر المصري بيقول إن شاء الله اللي جاي أحلى معك يا أهلي على الحلوة والمرة معك محمد حمزة بسم الله ما شاء الله الأداء حلو وجميل يوسف عبداللطيف ممتاز جدا أحلى صباح لأنهواندو كريم إن شاء الله الحدوة شارية أهلي أبو عبدو بيقول لحد دلوقتي عشرة على عشرة وعبدالغاني إبراهيم بيقول أداء رائع وكولر شغل وباين في الملعب بالتوفيق إن شاء الله للشاتين الحمر أهلاوي وأفتخ فارس المصري أداء جيد جدا للآن لكن أتمنى منه التدوير بين اللاعبين واعتقل كل فرص للمشاركة على رأسهم كهرباء وتاء والشحات وياسر إبراهيم وأيمن أشرف مصطفى داود من أبرز المعجبين أكتر من رائع ولكن ننتظر المزيد وخصوصا بعد تعرف مستر كولر على إمكانيات اللاعبين ورجوع فورمة المباريات محمد جمعة بيقول أداء متزن وشغل المدرب واضح في تنظيم الصفوف وخاصة في الدفاع ومتولي فيه حاجة مش عارفة أراها صفقة جيدة ولكن الهجوم محتاج شغل للاستغلال الفرص الضائعة بشكل أفضل بمثابت بمثابت مش عارفة بمثابت هو كتبه في السين عشان كده معرفته أبو دارين بيقول مدرب محترم ومش بيعتمد على الأسامي وأكبر دليل على كلامي كريم فؤاد ومتولي وعنده وعي تيكتيكي وبيوجيه في قراءة الملعب والتغييرات الأهلي بإذن الله معاه حياكل الأخضر واليابس كلام جميل جدا مصطفى الشربيني بيقول أداء أكتر من رائع بس خايف التوقف الدولي يؤثر على الأداء بعد كده أنا ما عتقدش يعني أنا ما عتقدش خالص يا كريم إنه ممكن التوقف رعكس التوقف ده ممكن جدا يكون لصالحة يعني لو أنت برضو اتدربته كده كده هيبقى فيه ودية فموضوع لا محمد النادي أداء ممتاز جدا حمدي حسن بيقول الأول صباح الخير يا كريم أنت ونهواند من نورين الشاشة خانات الأهلي أشكرك على الكلام كولر مدرب كويس وأحسن حاجة فيه بيعرف يفهم الخصم اللي قدامه وبرضو يا كريم أحسن حاجة فيه كولر ما مليش خطة معينة بس أنا خايف من توقف الدولي يؤثر على الأداء حد تاني ملوش خطة معينة بس أنا خايف من توقف الدولي رجب الجمل صباح الخير يا نهواند صباح الخير يا كريم يبشر بالخير في الأداء هو كتب في الداء لا يا جماعة نكتب صح احنا بنتعب معكم لكن لكن مازال يوجد تضيع الفرص أمام المرمى لكن الأهلي جايت جدا وإن شاء الله هنكسب كل البطولات النسر الأهلاوي يقول صباح الخير عليكم بدأ يبقى له شخصية وبدأنا نحس ببصمة المدرب عامر لا هو بدأ يبقى له شخصية أو يصد على إيه يعني على أعتقد بيكلم على الفريق من وجهة نظر مع كولر بقى ممكن عامر الشريف صباح الخير يا كريم صباح الخير يا نهواند ده الفريق مع مستر كولر ممتاز ورجع للفريق روح الفانيلا الحامرة بالتوفيق للكيانة اتفق معاك الروح رجعت مرة تانية لأن الروح ما كانتش غيبة بس هي كانت تحس في مشاكل مع الموسم اللي فات تحديدا لكن رجعته أحسن كمان من الموسم اللي فات بكتير فأعتقد ده شيء أكيد يفرحنا وكمان مش بس الموسم اللي فات من قبل الموسم اللي فات اللي هو كان فيه دروب طبعا كبير لنادي الأهلي وأخيرا وليس أخيرا خالد فاتح يقول رجعت سوح الفانيلا الحامرة الأهلي فوق الجميع وطبعا تقدر الإشارة حضراتي أننا بنراكم كده ما تيسر بس من التعليقات هي أكتر من كده بكتير تحس في موسم اللي فات